في نفس السياق الحياة الجهود المصرية الدبلوماسية لم تقتصر فقط على دورها في قطاع غزة إنما هي جهود دبلوماسية قوية قامت بيها مصر على كل الأصعيدة إن كان في قطاع غزة أو حتى في السودان الشقيق قلنا نهرف تفاصيل أكتر عن الجهود الدبلوماسية المصرية مع كل الأحداث الدائرة الحقيقة في محطها الإقليمي بيشرفنا الآن في ستوديو سباح الخير مصر الدكتور جمال سلامة أستاذ الألوم السياسية بجماعة السويد السباح الخير أستاذ محمد وأستاذ الألومان أهلا بكم أهلا بحضرتك في البداية زي ما كنام نتكلم يا فندم أنه مصر حقيقة لها جهود دبلوماسية كبيرة جدا ليس فقط في قطاع غزة نمى أيضا في السودان بالطبع مصر حينما تتحرك بالنسبة لي في دبلوماسيتها تجاه السودان هي بتعتبر السودان هي عمك استراتيجي ونتيجة لروابط الأخوة وروابط التاريخية وروابط الحضرية أيضا بين مصر والسودان التي ليس فقط منذ الحكم المصري في السودان منذ عهد الفرعنة وهناك روابط وثيقة بين مصر وبين السودان وبالتالي وما زالت روابط الأخوة المصرية السودانية حاضرة السودانين حينما شعروا بأن المشاكل والأزمات التي تنتاب السودان قد تطول لم يجدوا ملجأا إلا مصر ومصر احتضنت أهلينا في السودان في أراضيها وما زالت مصر بتبزل الجهود الكثيرة من أجل إيجاد حل وآخر هذه الجهود كان هناك مؤتمر الدول جوار السودان الذي عقد في يوليو الماضي وبالتالي وكان هناك نداء يتحدث عن ضرورة وحدة السودان وعن ضرورة الحفاظ عن الدولة السودانية والتأم هذا المؤتمر بحضور معظم الدول المحيطة بالسودان فبالتالي هذا ليس طرفا سياسيا حينما تتبنى مصر قضية السودان كمان يا دكتور مصر لا تسعى إلى أن تظهر في الصورة المنفاردة يعني مصر دائما لما بتعقد قمم أو مؤتمرات تعنى بأزمة ما في المنطقة أو في دول الجوار فإنها تدعو دول الجوار ودي لها دلالة كبيرة طبعا لا مصر يعني بتنتهج سياسة في دبلوماسياتها وهي الدبلوماسية الخمة والدبلوماسية المؤتمرات يعني كثير من المؤتمرات التي أثرت والتي كانت مصر بالفعل فيها حاضرة بقوة يعني برغم طبعا المشاكل والأزمات الاقتصادية التي بتعاني منها مصر لكن مصر ما زالت رقما صعبا سواء كانت في المعادلة السياسية أو حتى المعادلة الاقتصادية بما تحتويه مصر من فرص وعيدة للإستثمار ومن أيضا قدرات ومن ناتج بحل كبير جدا من أسواق واسعة جدا فبالتالي مصر بتعتبر برغم الأزمة الاقتصادية وبرغم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني مصر منها أو تعاني منها بعض دول نتيجة سواء لعوامل داخلية أو عوامل خارجية لكن مصر بتتحرك بدبلوماسياتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي انطلاقا من فكرة دبلوماسية القمة هي أفضل وسيلة لإقتحام المشكلات وليلتواصل مع العالم وعشان كده بنلاقي دول جوار السودان موجودين لما هنيجين أن نناقش أزمة في السودان فتلاقي مصر بتعقد قمة ومؤتمر لجوار السودان وأيضا لدول جوار الليبي نعم مؤتمر القاهرة للسلام كان هناك بالفعل مصر كانت بتتحدث عن وضع أزمة هي أزمة للإنسانية كلها أزمة غزة هي أزمة للإنسانية فدعت مصر أطرافا متعددة بما فيهم الأطراف الذين يتبنون الرؤية الإسرائيلية ودعتهم إلى القاهرة صحيح أن هذا المؤتمر لم يقرج ببيان مشترك نتيجة لتباين المواقف لكن في مصر نبهت وقالت أن إذا كانت مجلس الأمن أو العالم الأممي أو المنظمة الأممية اللي هي الأمم المتحدة فشلت في اتخاذ قرار أو فيه فعلينا بالفعل أن نقف عاجزين من الأشياء الجديرة بالذكرى أيضا في هذا الصدد يعني حضور مصر أو قبول مصر عضوا في منظمة البريكس وهذا بالفعل تعتبر من أفضل النجاحات الدبوماسية المصرية على المستوى السياسي نحن نعلم جميعا أن البريكس هي منظمة سياسية أو تجمع سياسي اقتصادي يعني أصبح الآن بيضم 11 دولة بدل 5 دول كان هناك يعني أعلن في أغسطس الماضي عن قبول 6 دول منهم 3 دول عربية ومنهم وعلى رأسين مصر وبالتالي هذا تقدير يعني جيد جدا للسياسة والاقتصاد المصر أيضا أنا ما زلت مصرا على الاقتصاد المصري فيه فرص واعدة برغم طبعا يعني الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الفرض في الوقت الحالي لكن قبول مصر في هذا التجمع الاقتصادي السياسي في حد ذاته ده دليل أو إشارة على أن الاقتصاد المصري يعني يمكن أن يتعافى ويمكن أن يكون رقما يعني كبيرا جدا في معدة الاقتصاد دول البريكس بتضم 3.8 من 10 مليار مواطن أو نسمة يعني إحنا بنتحدث عن نصف سكان العالم تحدث عن 31% من اقتصاد العالم أن حجم الناتج المحلي العالمي أيضا هو يعني بتستحوز عليه تجمع البريكس بعد انضمام الست دول اللي إحنا بنعني بها فبتالي أيضا ده بيعتبر نجاح للديبلوماسية المصرية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصاد نهيك طبعا عن كثير من المؤتمرات سواء كان المؤتمر يعني مصري نجحت أيضا في تنظيم أعتقد مؤتمر المناخ سنة 2022 في العام الماضي في نوفمبر الماضي وهذا أيضا كان إشادة بأجواء الأمن وقدرة مصر بالفعل على أن تجمع مثل هذا التجمع نحن نتحدث عن 197 دولة ومندوبة حضرة إلى هذا المؤتمر في شرم الشيخ كثير أيضا من منظمات النشطاء في مجال البيئة حضر وهذا بصفاتهم سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية فبالتالي مصر تنتهج هذه الدبلوماسية سواء كانت دبلوماسية القمة أو دبلوماسية المؤتمرات دكتور جمال ونحن نتكلم عن تنظيم مصر لهذه المؤتمرات أو حتى هذه القمة العالمية إن كان زي الأمثلة التي ذكرتها دول جوار السودان أو دول جوار ليبيا أو حتى مؤتمر أو قمة قاهرة للسلام إن كان لحل صراع أو إن كان حتى لإيجاد مشاكل إفريقيا كمان تحديدا دي تطلب قوة دبلوماسية قوية عشان تقدر أن تجمع كل قادة هذه الدول عندك في مكان واحد وتحت سقف واحد شايف حضرتك السياسة الخارجية المصرية وقوة الدبلوماسية المصرية مؤخرا تحركاتها حضرتك شايفها إزاي هي تحركات بتنبع أيضا من مكانة مصر من مكانة مصر ومن كانت قيادتها السياسية لا تنسى أن الرئيس بيحظى باحترام وفقة عالمية على المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي وهذا ومن السياسة الخارجية المتوازنة التي بتأخذ بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام وحدة الدولة سواء كانت الدولة الموجودة القائمة أو الدولة التي تفككت وتحتاج أيضا هذه محددات السياسة الخارجية المصرية وهذا ما يجعل مصر لم تتورط في أي دماء عربية حتى الآن أو أي دماء إقليمية أو حتى على مستويات خارج الإقليمية فهذا أيضا بيمنح الدور المصري دور زاد ثقل المصر أيضا بتتخذ مكانتها الدولية من مكانتها الحضرية والتاريخية وأيضا من ثقل قوتها أيضا لا ننسى ثقل قوتها العسكرية يعني مصر أيضا دولة من أقوى الجيوش التي يحسب لها حساب يعني سواء كانت في يعني مصر حينما تتحدث أيضا إلى العالم بتتحدث أيضا وفي ظلها بتستند إلى قوة بتستند إلى قوة في ظلها الجيش المصري العظيم وبالتالي يعني كل هذه العوامل كلها بتجعل للديبلوماسية المصرية ثقل ومكانة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي مصر أيضا يعني يمكن أن نتحدث عن فكرة التنصيق الثنائي والثلاسي بين مصر وبين مجموعة منطقة من الدول سواء كنا نتحدث عن ثقل مصر مثلا التعاون بين مصر والأردن والعراق في إطار الاقتصادي مع مجلس التعاون الخليجي منتدى شرق المتوسط غاز شرق المتوسط بين مصر وكبرس واليونان كل هذه محاور منطقة استطاعت مصر بالفعل أن تخرج أو أن تفتح أفاق جديدة لسياساتها القارجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي صحيح مصر دائمًا كانت موجودة داخل القارة الأفريقية والفترة من الفترات غاب الوجود المصري لكن خلال الكام سنة اللي فاتوا بدأنا نشوف تواجد مصر كبير من بعد حتى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ومبادرة إسكات البنادق ومبادرة حماية مخاطر أو صناديق حماية مخاطر الاستثمار بالنسبة طبعاً للمستثمرين في القارة السمراء الوجود المصري بشكل عام الدبلوماسي في القارة الأفريقية حسناك شايفه عامل إزاي؟ مصر يعني في دستورها تتحدث عن أنها جزء من القارة الأفريقية وبالتالي يعني كان هناك طبعاً في ستينات القارن الماضي مصر أسهمت بشكل كبير في تحرير معظم البلدان الأفريقية من الاستعمار سواء الفرنسا أو البريطاني ثم غابت الدبلوماسية المصرية في أفريقيا بشكل ما أو بآخر نتيجة العوامل يعني لا داعي لتعددها لكن أعتقد طبعاً منذ قدوم صورة 30 يونيو وقدوم الرئيس عبدالتاح السيسي يعني تفتحت أنوار السياسة أو الدبلوماسية المصرية في القارة الأفريقية مرة أخرى وبالتالي هذا تأكيد على انتماء مصر أفريقياً وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي يعني إذا لم تكن تجمعنا التحديات فلتجمعنا المصارح أو العكس صحيح إذا لم تكن تجمعنا المصارح فلتجمعنا التحديات مصر حتى في مؤتمر المناخ الذي عقدته مصر كبت سبع عشرين في الفين اتنين وعشرين في نوفمبر الفين اتنين وعشرين طالبت مصر وهذا النجاح حققه لأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر أن مصر طالبت بتخصيص صندوق لتعويض الخسائر والأضرار وهذه الخسائر والأضرار التي تعاني منه دول القارة الأفريقية في المقام الأول ونجحت مصر في إنشاء هذا الصندوق بالطبع لم يتم التفعيل حتى يومنا هذا لكن كان هذا مطلبا في قمة جالاكسو في اسكتلندا في الفين واحد وعشرين السابق ولكن فشل المؤتمر في اتخاذ مثل هذا القرار مصر أصرت في مؤتمر المناخ كبت سبع وعشرين على إنشاء مثل هذا التعويض وتحدثت باسم الدول النامية وتحدثت باسم أفريقيا على وجه الخصوص ونجحت في استخراق قرار بإنشاء مثل هذا الصندوق نشكر حضراء جزيلا شكرا دكتور جمال سلامة أصدر للمسياسية بجماعة السويس نورتان يا فنم شكرا أهلا محضورات شكرا جزيلا أفضل شكرا حضراء جزيلا شكرا